اشتركوا في القناة في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة مع حلقة جديدة ووقع المحذور وبطن فعلها الآن والتطورات يا جماعة اللي بتحصل في العالم تطورات سريعة جدا كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة تطورات جديدة تؤثر على العالم باكمله تؤثر حتى على الشاب الصغير اللي قاعت بيته بيلعب جيم التطورات سريعة وخطيرة جدا كمان معانا هام وعادل للسعودية والمغرب وتونس والمغرب يوجد خبر مفرح واخيرا لقينا اخبار مفرحة فعايزين نشوف التفاصيل دلوقتي وهنبدأ نشوف اول خبر معانا وقبل ما نبدأ بفكر حضرتكم بعمل اللايك للفيديو بوصيكم باللايك وما تبخلوش علينا بيه علشان المجهود الخراف اللي بنعمله كل ساعة ده محتاج من حضرتكم الدعم واللايك فما تبخلوش علينا بيه ويا ريت تعمله دلوقتي عشان نركز في اللي جاي وكمان يا جماعة ارجوكم خلوا المعلومة تعم يعني شيروا الفيديو وانشروه عندكم على الفيسبوك على المسينجر على الجروبات خلوا الناس تصلها المعلومة لان ده برضو سواب من احد السواب انك تتبلغ غيرك بالمعلومة وكمان بتدعم القناة عندنا علشان ينفع قناتها امتشر وتوصل لأكبر عدد ممكن وبطلب من حضراتكم لو عايز يوصلك كل جديد وحضرتك مش مشترك معنا الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو اللي مكتوب على اشتراك او سابسكرايب ياريت تدوس عليها علشان يوصلك كل جديد ويشرفنا اندمامك اا لنا واحنا معاك على مدار الساعة في كل ثانية وكل لحظة يلا بينا نبدأ نشوف هذا العام الغريب عام عشرين اتنين وعشرين عام البلاء والغلاء والوباء ومش عارفين هنوصل فيه لايه ربنا واحده هو اللي عارف اا اللي جاي ايه فلازم نقول اللهم ارفع غضبك ومكتك عنا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والحروب وانذر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين امين مش طالب منكو كتير غير مليون امين عايزين نملى كل كومنتات الفيديو بامين لعل صوتنا يصل للسماء وربنا يرفع غضبه عن البشرية عن اللي احنا شايفينه كل يوم يلا بينا نبدأ اول خبر اا معانا دلوقتي وخبر مفرح لكل اهلين واخوتنا واحبائنا في المغرب اعتبارا من اول سبتمبر المغرب يرفع الحد الادنى للاجور اخيرا لقينا حاجة تخلي الناس تبتسم وده خبر رسمي مية في المية نشر يوم اتنين تسعة عشرين اتنين وعشرين ونقول اخوتنا المغرب مبروك وعقبال بقية الدول يحسوا بشعوبهم وهنا صادقت الحكومة المغربية على رفع الحد الادنى لاجور اركضاء العام بنسبة تسعة وتلاتة من عشرة في المية ليصل الى تلات تلاف وخمسمية درهم او تلتمية وخمسين دولارا اعتبارا من واحد سبتمبر الجاري يعني اقل راتب في المغرب الان تلتمية وخمسين دولار بالسعر العالمي او تلات تلاف وخمسمية درهم ومبروك للمغرب ومبروك لا اخوتنا واحبائنا ولا اصدقاء كتير في المغرب فبقول لهم الف مليون مبروك واعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش عقب اجتماع امس الخميس عن اتخاذ جمل التدبير من شأنها تحسين دخل المواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية تنفيذا من الحوار الاجتماعي وقال في بيان انه سيتم ايضا تنفيذ رفع الحد الادنى للاجور بنسبة خمسة في المائة في القطاعات الصناع والتجارة والمهن الحرة على ان تضاف الى زيادة اخرى بنسبة خمسة في المائة اعتبارا من سبتمبر تلاتة وعشر وبنسبة عشر في المائة في القطاع يهدف الى رفع من الحد الادنى للاجر في القطاع العام ليبلغ تلاتة تلاف وقمسة درهم واعلنت الحكومة عن توقيع اتفاق اجتماعي ومثاق وطني للحوار الاجتماعي مع النقابات يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الاجور عشية احياء اليوم العالمي للعمال في الاول من مايو والاتفاق يضم مجموعة من التزامات على وجه الخصوص الرفع من الحد الادنى للاجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة عشرة في المائة على سنتين كما يتضمن التوحيد التدريجي للحد الادنى القانوني للاجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي ورفع الاحد الادنى للاجر بالقطاع العام الى تلاتة تلاف وخنسمية درهم صافية بدل تلاتلاف ومئتين درهم والمصدر رئاسة الحكومة المغربية مبروك للمغرب واشققنا واحبقنا ويا رب تعمم على بقية الدول العربية اجمع ان شاء الله يا رب العالمين كمان معنا هنا مشكلة ما بين دولتين الحكومة المغربية تهاجم الرئيس التونسي واحنا نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان جميع المشاكل التي ما بين الدول العراضية اجمع ودول الخليج ودول المغربية والمغرب الكبير ان تتلاشى هذه المشاكل لان العالم الان في اتجاه التوحد اوروبا بتتوحد وامريكا مع دولها بتتوحد والعرب باذن الله يا رب نطلب يعني ان احنا نتلافى هذه المشاكل ولكن بدأت مشكلة جديدة ما بين الحكومة المغربية والحكومة التونسية او مع الرئيس التونسي وده كان بتاريخ الناشرة اتنين تسعة عشرين اتنين وعشرين ونشوف ايه اللي جايه قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس ان استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي عمل خطير وغير مبرر وادى استقبال تونس لزعيم البوليساريو الى ازمة بين البلدين وتصعيد وصل الى سحب المغرب سفيره من تونس اعقبه سحب السفير التونسي من الرباط وده مش عايزين يا جماعة نشوفه ارجوكم يعني ربنا يحل المشاكل دي ويحل اختلاف وجهات النظر وانا عارف ان المغرب ليها حق وكل حاجة لكن احنا في صدد عصر صعب جدا اه ان نتمنى فيه الاتحاد والتوحد ما بين الكل الدول بازن الله وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ان استقبال سعيد لغالي عمل ادانه الجميع من مختلف مكونات المجتمع وقال انه يسيء الى مشاعر الشعب المغربي وكان رئيس التونسي قال استقبل غالي في اطار مشاركة الاخير في اجتماع تي كاد اليابانية الافريقية حيث جرت مراسم استقبال رسمية في مطار كارتاج وهو ما اثار غضب المغرب والمصدر هنا هسبريس فربنا ان شاء الله ان شاء الله يعد هذه المشاكل والسفيرين يرجعوا لمكانهم ونرجع الدول الموحدة تاني في العصر القادم الصعب جدا جدا معانا كمان خبر من السعودية ومهم جدا للاخوة السعوديين الامن السعودي يقبض على عصابة سطو مسلح ويكشف عن جنسيات اعضاءها وده بتاريخ اليوم تلاتة تسعة يوجد في السعودية كانت عصابة كبيرة جدا من السطو المسلح وبيسطو على المنازل وبيسرقوا الدهب والمجوهرات واذا كان فيه نقد او فلوس موجودة وقامت الامن السعودي بالقبض على عصابة وكشفت على جنسياتهم دلوقتي فنشوف الخبر مع بعض اعلنت الكلام ده قلنا بتاريخ تلاتة تسعة بتاريخ اليوم تلاتة تسعة عشرين اتنين وعشرين يوم السبت وهنا اعلنت الشرطة السعودية عن القبض على ثمان اشخاص لارتكابهم حواد السطح كاشفة عن جنسياتهم واعلن الامن العام السعودي ان شرطة منطقة الرياض قبضت على خمس مقيمين من الجنسية اليمنية اول جنسية ومقيم من الجنسية البوركينية وعاملة منزلية مخالفة لنظام الاقامة متغيبة عن العمل من الجنسية البورندية ومواطنة مواطنة هتبقى سعودية لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في سطو الرجال على المنازل وسلب ما تحويه من مجوهرات واجهزة الكترونية ومقتنيات تم استرداد جزء منها فيما تمثل دور الامرأتين في تصريف المسروقات عبر منافذ البيع واشار الامن العام الى انه جرى ايقاف المتهمين واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم واحلتهم الى النيابة العامة وهنا الخبر جاي من شرطة الرياض القبض على تشكيل عصابي مكون من 8 اشخاص ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت بالسطف المسلح على المنازل وسلب ما تحويه من المجوهرات واجهزة الكترونية ومقتنيات وهنا في فيديو يوضح طريقة القبض عليهم ولكن الحقوق الطبع والنشر مش هنقدر نزيعه وكان ده وكان هذا الموضوع تم يوم اتنين سبتمبر واعلن عنه تلاتة سبتمبر يوم السبت عشرين اتنين وعشرين وبنقول اه لسعوديين مبروك ان انتم بتقدروا اه تنظفوا بلدكم ومملكتكم من هذه الاشكال وهذه السرقات نبدأ بقى في خبر القيصر الروسي بوتين القيصر الروسي فعلا عمل اه اه او اه يعني وقع المحظور ونفس تهديده بالفعل نشوف ده ايه روسيا تقطع الغاز بالكامل عن اوروبا الى اجل غير مسمة يعني مش بقى بتقول ايه ده انا عندي سيانة ده انا هقلل الكلام اللي قلناه في فيديو مبارح يا جماعة مهمة جدا 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 فيديو مبارح اللي قلنا فيه توقع ان لو روسيا قطعت الغاز او قللته والبنك البنك هو اللي قال كمان بنك مورغان او اكبر بنك يمكن في امريكا كله اللي قال لو روسيا قللت الغاز الاسعار والبترول هيرتفع اكثر من ربع مية في المية دلوقتي بقى روسيا مقللتش الغاز روسيا قطعت الغاز بالكامل الى اجل غير مسمة يعني هنشوف تدعيات غير عادية هتحصل في اوروبا والكلام ده قطعوا امتى وكلام ده منشور امتى في صدى البلد ونجيب التاريخ الجمعة اتنين سبتمبر الساعة سبعة مساء يوم الجمعة بالليل مبارح وطبعا التدعيات كلها بانت النهاردة طيب هل جاي في حتة تاني اه الخبر جاي في مكان تاني برضو روسيا تقطع الغاز بشكل كامل عن اوروبا وده الساعة تسعة بالليل يوم اتنين سبتمبر عشرين اتنين وعشرين وتدعيات غير عادية طيب ايه تاني مؤثر على الخبر هنا الماء المانيا بدأت تدعو مواطنيها لتقليل استهلاك الكهرباء بسبب قطع الغاز الروسي ده دلوقتي يوم ثلاثة سبتمبر حاليا يعني بدأت المانيا تاخد تدعيات عندنا ايه تدعيات هذا قبل ما نخش في التفاصيل وزير الاقتصاد الالماني يدعو مواطني لتقليل استهلاك بسبب قطع الغاز الروسي ده لسه ما عدش كام ساعة وابتدوا ياخدوا تدابير يوم السبت تلاتة سبتمبر عشرين اتنين وعشرين هنا اوروبا في ورطة ماذا بعد اعلان روسيا وقف تصدير الغاز عن نورد ستريم وان برضو يوم سبتمبر عشرين اتنين وعشرين وعندنا ازمة الطاقة في اوروبا الشتاء يقترب والاسعار ترتفع واعداد الفقراء تتضاعف ومنحنى تصعدي للتداعيات يزيد الضغوط على القارة العجوز وده كان قالوا يوم الاربع واحد وتلاتين اغسطس قبل قطع الغاز كان الاسعار ابتدت ترتفع ومرعوبين لان الشتاء بيقولوا ان ممكن يتجمدوا الاوروبيين في هذا الشتاء بسبب كل الغاز امال بقى لما الغاز اتقطع بالكامل وهنا بوتن كان حذرهم لو حد حط سقف لسعر الغاز الروسي والبترول الروسي وصممته على تسبيت سعره انا هقطع الغاز بالكامل وفعلا حصل مجموعة السبع امس اجتمعوا وقرروا وضع سقف سابت للسعر الغاز الروسي للضغط على روسيا ولكن القيصر الروسي راح منفس فورا بعد الاجتماع بساعة او ساعتين قطع الغاز بالكامل على اوروبا الى اجل غير مسمى يعني هو بيرقع اوروبا حاليا واوروبا دخل على شتاء كارس زي ما علماء الارصاد الجوية بيقولوا هيبقى اقصى شتاء تشوفوا روسيا مع مفيش غاز يعني مفيش اا تدفئة وانت عارفين انه بيشغلوا كل التدفئة عندهم بالغاز يعني كمان مفيش مصانع ازا كانت نص المصانع توقفت في اوروبا والمانيا بالذات فيبقى مفيش مصانع يعني مفيش كهرباء لان القهرباء عندهم كلها لمحطات شغالة بالغاز يعني مفيش اا وقود يعني حاجات كتير اوي فاوروبا هي اللي هتعاني معاناة غير عادية وما سنشهده من مظاهرات ومن اا جرائم كثيرة في اوروبا هتبقى غير عادية وبنقول للاخوة واحباقنا العرب اللي موجودين في اوروبا حاليا لو انت معاك الشينكل او الفيزا الخاصة بالاتحاد الاوروبي بالكامل ابدأ دور على مكان او دولة كبيرة تكون فيها الغاز بالذات المانيا اصعب دولة هتبقى فانت هتشوف الدول اللي فيها اا الطاقة متوفرة او فيها بدائل لان المعاناة القادمة في الشتاء القادم لو احنا بنتكلم بعد شهر يا جماعة او شهر ونص هيبقى الشتاء قارس وجليد وهنتفرج على مصايب وكوارث هتحدث في اوروبا ويمكن ده يخلينا نقول ان الله ضرب الظالمين بالظلم او انقلب السحر على الساحر ما كانت تفعال اوروبا في الدول العربية كثيرة فبدأت هي اللي تعاني معاناة فوق الخيال وهنشوف معاناة غير عادية وده اللي يخليك تقول ان بص في لحظة الكيان والاتحاد الاوروبي بيتهدي فتقول اللهم ارفع غضبك ومقصق عنا اللهم ارفع عنا البلاء والدعاء والبلاء والحروب والمجاعات وانزر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين وناخد بسرعة علشان برضو وقتكم نقول اعلنت روسيا اليوم الجمعة وقف بضخ الغاز الى اوروبا عبر نورد سريم وال اللي هو الخط الاساسي اللي بيودي تسعين في المية من الغاز لاوروبا بشكل تام الى اجل غير مسمى وذلك تزامنا مع قرار لوزراء مالية مجموعة السبع يقضي بوضع صقف السعر النفط الروسي وكانت حذرت روسيا فراحت منعت الغاز وقالت شركة غاز بروم الروسية في بيان انها اوقفت بشكل تام ضخ الغاز عبر نورد سريم وال موضحة ان هناك اعطال في التوربين الاخير الذي يعمل بالخط وطبعا ده كلام سياسي يقول ان في اعطال علشان ما يقولوش ان روسيا بتحارب الاوروبا محاربة مباشرة واكدت غاز بروم انها ارسلت خطابا لشركة كذا الالمانية حول اعطال وكذا 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 وضع سقف لسعر نفط الروسي قرارت مجموعة السبع ده اللي احنا قلنا عليه ان هما حطوا سقف للسعر وان روسيا وبوتن حذر ان لو حد حط سقف هيمنعوا الغاز وهنا كان لأول مرة وبشكل صريح روسيا تهدد بقطع الغاز عن اوروبا بشكل نهائي ورغم تحذيرات موسكو مجموعة السبع تفرض بصورة عاجلة صقفا على سعر النفط الروسي وحذرت روسيا يوم الجمعة من ان فرض صقف لسعر بيع النفط الروسي سيزعزع استقرار السوق النفطية وقال كمان انه هيهد السوق النفطية بالكامل وهنا طبعا نفس الخبر عن روسيا وعن قطع الغاز ولكن هنا المانيا ابتدت تدعم وطنيها لتقليل الاستهلاك الكهرباء وكمان لسه في خبر من ثواني بالزبط ان المانيا هتبدأ توضع ضرائب عالية جدا على استهلاك الغاز في المنازل علشان يحاولوا ما يصرفوش في استهلاكه لانها مش هتقدر تكفي اا على دا وعلى خلفية توقف امدادات الغاز الروسي عبل كذا اا ذلك هتخط الرابط ما بين روسيا والمانيا دع وزير الاقتصاد الالماني روبرت هابك في بلاده اا المواطنين الى ضروري تقليل استهلاك القرباء وذلك بعد قرار قطع امدادات الغاز الروسي ولسه هنشوف يا جماعة ان الدول جاء فيه تلتاشر دولة تضررت من وقف تدفقات الغاز اا الروسي في خط نوردسترين تلتاشر دولة في اوروبا وده هيبقى كارثة على الدول الاوروبية بالكامل وعلى الاتحاد الاوروبي وربنا يعدي هذه الازمة على خير لان احنا في زمن عصيب جدا 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 ووقت عصيب جدا 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 وده اللي خلينا ان احنا نقول الحمد لله على احنا فيك عرب ونطلب من الله رفع غضبه وندعو الى الله اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والجفاف وانزر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين قولوا امين وعايزين مليون امين من فضلكم ولم يتبقى لي الا ان اشكر حضرتكم نوصلكم معي الى هذه اللحظة وما تنسوش اللايك وما تنسوش نشر الفيديو ويا ريت ما تبخلوش علينا انك تشارك في القناة وتفعل الجرس اترككم في رعاية الله وامله وانتظروني اليوم في فيديوهات همى جدا تابعوني والسلام ختام اشهدوا اشهدوا